بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ الجزء الثاني من محاضرتنا لليوم اللي رح نحكي فيه يا جماعة عن اهم انواع الالكتروفوريسيس النوع الاول واشهر نوع من الالكتروفوريسيس اللي هو السليولار اسيتات الالكتروفوريسيس بيكون عنا طبعا حسب السبورتينج ميديا تابعته السبورتينج ميديا هون بتكون عبارة عن سليولوز ميمبرين طبعا هذا طبعا المست كومون يعني اكتر انواع الالكتروفوريسيس شيوعا في المختبرات واللي مستخدمه بشكل عام لدياجنوزز او لتشخيص الامراض المختلفة طبعا من اشهر الاشياء اللي احنا مستخدم فيها السليولوز ميمبرين اللي هو حكينا عنه فصل بروتينات الدم فصل بروتينات الدم لفايب باند من هم الفايب باند اللي انا كتبتهم بالفيدو السابق اللي هم الالبومين الالفا 1 الالفا 2 بيتا وقاما مرة تانية الالبومين الالفا 1 مرة تانية الالفا 2 البيتا مرة مرة هكتبهم كمان مرة على هاي الورقة مين هم بروتينات الدم هيو البلازما بروتين او خلنا نحكي خليني نكون مور سبيسيفيك خلنا نحكي السيروم بروتين ليش لانه البلازما بروتين بيدك تزيد عليهم لكلوتينج بروتين طيب مين هم هم الالبومين اللي هو حكينا عنه اشماله حكينا الفاستست تمام هو اسرع واحد ليش لانه زائد كاري خلنا نحكي لارجر نيكتف شارج طيب في عنا الالفا ون في عنا الالفا تو في عنا البيتا مايكرو ماشي الحال وفي عنا اخر اشي القامة اللي هي جماعة شمالها اللي هي لارجر سايز زائد ايش كاري سمولر نيكتف شارج طبعا هم كلهم زي ما حكينا شحنتهم سالبة هدولة بالعادة احنا بنفصلهم يا جماعة شو بنفصلهم باستخدام سليولوز الاكتروفريس طبعا هاي زي ما حكينا بتحركوا على السليولوز طيب النوع الثاني اللي هو الكابيلر الاكتروفريس هذا كيف بيجي شكله بيكون عبارة عن انه هاي ثواني هاي ورد خربيش يعني مش تطلعوا هادا مثلا شوفوا بيكون في عندي انا هاي 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 الاقطاب هاي مثلا الكتود ماشي الحال هاي الانود الانود تمام وبيكون سابورتينج ميديا عبارة عن كابيلر اتيوب بيكون سابورت ميديا عبارة عن ايش عبارة عن كابيلر اتيوب انت طبعا بتحط المادي بيكون في فتحة خاصة حتى تحط فيها السامبل ونفس الاشي كيف تتكون يا مسي البان بالطريقة هاي هيك تتكون في الاخير البان بعد ما انت تطفي الطيال الكهربائي بتبين البان بهاي الطريقة ايش اللي بفرق فقط انه سابورت ميديا بيكون على شكل كابيلر اتيوب طبعا هذا النوع بيحكي لك هو المور سينسيتيف والمور اكوريت يعني هو دق دقيق وحساس جدا حتى انه بيفصل المواد بتركيزها الدقيقة جدا جدا طيب نيجي نحكي انا وياكم على النوع الثالث النوع الثالث اللي هو انا حكتلك فيه هلا في النوعين اللي رحن بيكون الفصل بشكل اساسي حسب الشارج بيكون الفصل بشكل اساسي حسب شو حسب الشارج هلا النوع هذا الفصل فيه حسب السايز الفصل فيه حسب شو حسب السايز هلا النوعين اللي قابل زي ما حكيت بشكل اساسي حسب الشارج ممكن نحتي شارج زائد سايز لكن النوع هذا اللي هو sds beige او اللي هو صوديوم دوسينل سالفيت بولي اكرلمي جيل الكتروفريس او اختصاره sds beige ماشي الحال هذا النوع من الالكترو فوريسيز بيكون الفاصل فيه حسب شو حسب السايز طيب يا ميس احنا حكينا للسامبل في 3 متغيرات المتغير الاول اللي هو ايش يا ميس المتغير الاول اللي هو الشيب المتغير الثاني الشارج والمتغير الثالث السايز طيب انا كيف يا ميس بدي اتخلص او كيف بدي اخلي كل المادة اللي عندي او كل الميكسشر اللي عندي وكل المواد اللي فيه لها نفس الشيب و لها ايش يا جماعة كمان نفس الشارج عن طريق المادة اللي هي السوديوم دوسينيل سالفيت او المادة الاس دي اس اس الاس دي اس شو بتعمل الاس دي اس بكل بساطة بتخلي شكل كل المواد اللي عندي في المكسر اللي بدأفصل لهم نفس الشكل يعني لو انا عندي المكسر تبعي هو مجموعة من البروتينات مثلا زي ما حكينا اشي فايبروس و اشي جلوبيولار يعني اشي شكله كارول اشي شكله اسطواني شو بتعمل بتخليهم كليتهم شكلهم شكلهم سلسلة وبس شكلهم سلسلة لا اسطواني ولا كراوي ولا ايش بتخليهم لهم كليتهم ايش نفس الشكل الشغل الثاني اللي بتعملها الاس دي اس انها بتوحد الشحنة لكل البروتينات شو بتعمل بتوحد الشحنة لكل البروتينات فايش بيضل عندك المتغير هو السايز فبيصير عندك الفصل في الحالة هادي على اساس السايز او بناء على السايز اذا ايش يامس وضائف الاسدية اس وضائف الاس دي اس ديناتشورتي بروتيناتشورتي بروتيناتشورتي بروتيناتشورت أنها تغير طبيعت البروتيناتشورتين وتضيف الموض ما كان بروتيناتشورتيا بتعمل؟ قالتشورتيا بروتيناتشورتيا بявيرتا warmer ايش distributorاتشورتيا deux bypt Howard عقوناتشورتيا باوا zawd avorn مث mess طيب لو ما كان انا عندي المكشر البروتينات يعني كان المكشر كما نحكي مثلا كربوهايدريتس او مجموعة من السكريات اذا هم ما لهم نفس الشكل اصلا بتخليهم كمان نفس الشكل اذا ايش وظيفة الاس دي اس اس دي ناتورات البروتين او خلنا نحكي بشكل عام انه دي ناتورات شاب او بتخلي الشكل نفس الشكل بتخلي الشكل تشجل كل المواد الموجودة عندي في المكشر واللي انا تفصلها عن بعض هلا بعض ايش مالا يا جماعة؟ ال ها نفس الشكل ايش بسهك فكص تشارج ايش يعني يعني بتثبت نفس الشحنه لكل الساب�يريشن سبستانتظ لكل المواد اللي انا تفصلها يعني مثلا كل المواد اللي أنا تكون شحنتها سالب احد كل هي تبصر شحنتها سالب تنين معناته هون ايش ضلي الاشي المتغير اللي هو استاذ ايش ضلي الاشي المتغير والسالب طب ميس بتكسبها شحنة سالبة ولا شحنة موجبة تكسبها كل هي شحنة سالبة ونفس الشحنة لانها شحنة ال SDSS اصلا شحنتها سالبة معناته لما انا باجي بحكي على ال SDSS طب ميس فهمنا ال SDSS شو مهمتها طب والبولي اكريليمايد يجماعه وهو نوع سابورتينج ميديا بدل ما كان سليوليز او كابيلاريتيوب هون ماده اسمها بولي اكريليمايد ماده زي الجل اسمها بولي اكريليمايد طيب لاش احنا نستخدم هذا النوع لفصل البروتينات او الايزو انزيم شو يعني الايزو انزيم يعني الانزيمات اللي لها نفس التركيب او تختلف بس فقط في صغتها البنائية لكن لها نفس الفورميلة كيف الايزو مرتاعون المونوسكرايد نفس الفكرة يعني اشياء او انزيمات كليتها لها نفس التركيب لها نفس الصيغة لكن بتختلف في تركيبها او في ترتيب الذرات مع الحفاظ على نفس نوع الذرات ونفس عدد الذرات كيف مثلا الالوز والجالكتوز والمنوز والغلوكوز اللي هم كليتهم نفس الصيغة السوداسية لكن مختلفوا بتوزير او ترتيب ذراتهم بحكي لك انه الاس دي اس اس طبعا شو بتعمل تعمل دي ناتشيرويت بروتين او خلينا احنا بشكل عام نحكي عشماليا الي او مع كيف بروتين السابق عشماليا الي او موضة بروتين السابق اذا نشوف بنائها قمته او سبقلها الي او او تعالوا اعلي انتشيرويت القمالية لاحكي سبقل تعمل تثيرو بروتين السابق يعني تحللي شحنة البروتينات كليتها او توزيع شحنتها على كل بروتينات حتى يصنوا بإيقاب شحن السبراشن بيصير قليلاً على إيش بناءً على المولوكلر طبعاً في هاي الحالة أكيد إنو الأشياء اللي حجمها أصغر بده تكون حركتها أسرع الأشياء اللي حجمها أصغر بده تكون حركتها أسرع يعني معطيك هاي مثال هنا زي ما إنتوا شايفين الأشياء اللي حجمها أصغر اتحركت بسرعة أكتر من الأشياء اللي حجمها أكبر وصار شايفين كantedة إلها نفس الشكل ك nonprofits نفس الشكل صار فقط معيار الاختلاف بيناتها هو السايز معيار الاختلاف بيناتها فقط هو ايش يا جماعة السايز اذا منعيد مرة تانية في عنا نوع مهم جدا من انواع الالكتروفوريسة شو اسمو هذا النوع اسمو اس دي اس بيتش او سوديوم دوسنيل سالفيت بولي اكريليمايد شو يعني هذا الكلام يعني في هذا النوع من الالكتروفوريسة انا عندي البولي اكريليمايد اللي هي السابورتينج ميديا اللي انا بدي اشتغل عليها تمام او اللي بده تبين الباند عليها السايد الاس دي اس شو وظيفتها الهوظيفتين انها تخلي كل شكل المواد اللي انا بدي افصلها بالميكسر الها نفس الشكل وكمان ايش كمان وتوحد الشارج تبعتها او تخلي الها نفس الشارج حتي يضل من عند المتغير هو فقط السايز معناته عندي وظيفتين الاس دي اس ايش الوظيفة الاولى الدراسية او جيب تمام يعني المواد حتي ما احصرك انا بس بتلا البروتين تمام بس لانه اكتر اشي مستخدمه مع البروتين مش انت كتبتلك البروتين دا سام شام هيعطه بين قوسين تمام الشغلة التانية او منوزع الشحن ومنثبت الشحنة على شحنة واحدة وهي الشحنة بتكون سلبية على كل المواد اللي انا بدي افصلها طيب ضل عنا يا مس انواع بالنسبة للالكتروفوريسز نعم ضل نوعين في عنا ال dna agarose gel ال dna agarose gel يا جماعة كمان بدو يصير عنا الفصل فيه طبعا هذا بالاغلب نستخدمه لفصل ال dna عن المواد الاخرى تمام اذا نستخدمه لفصل ال dna عن المواد الاخرى كيف منفصله حسب الحجم او ممكن نستخدمه لفصل اكتر من يعني اذا انا عندي dna مثلا لبكتيريا مع dna لهيومن مع dna مثلا لفيروس مثلا ممكن اني افصلهم عن بعض او عندي dna لأكتر من انسان مع بعض ممكن اني افصل ما افصلهم حسب الحجم بدك تحكي لي طيب مس هل هون انا بحتاج ل dna reagent اشي عن dna reagent يعني هل هون انا بحتاج sds لا احنا هون ما بنحتاج sds لانه اصلا ال dna كلهم اللهم نفس الشكل اكيد لانك قدتت تحكي بدي افصل dna عن بعضه البعض تمام او بدي افصل القطع من dna عن بعض البعض كلها يتاقل لنفس الشكل ما في الها اشكال مختلف نيوكليك اسد او dna كله يتاقل له نفس الاشكال والشغل التانية له نفس الشحنة فبصير الفصل عن طريق size من غير ما انا اتدخل يعني اصلا 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 شحنة كل يعني لو انا عندي مثلا 50 قطعه من dna لازم يكون dna كامل يعني انا مثلا اخدت 50 قطعه من dna تمام بده افصلها عن بعضها البعض ماشي الحال بس مثلا واحده اطول من التاني كيف بفصلهم بفصلهم حسب طب يا ميس هل هون بياثر عندي shape و charge لا لانه اصلا كلهم القطع كليتها لها نفس الشارج بتكون ولها نفس shape طب في عنا اذا انا لكن في بعض الاحيان انا ممكن اني اضطر بدي افصل يعني خلاني نحكي قطع صغيرة كتير من dna هون ممكن انه ياثر عندي الشارج او تاثر عندي او ياثر عندي shape الشيب ما بياثر هون ممكن تاثر عندي الشارج هلا كيف انا ممكن اني اوحد الشارج واوحد هاي الاشياء عن طريق اما اني بعرض الديئة ايه للهيت او لا الحراره او اني اعرضه او احط عليه ماده مثل اليوريا شو بتعمل هادي بتخلي كل القطع اللي عندي لها نفس الشارج ونفس shape يعني اذا نجي نحكي عن اخر نوعين عنا في عنا dna agrosial وفي عنا dna denaturation polyacrymargile هلا بالعادة بالعادة لما انا بدي افصل قطع كبيرة من dna عن بعض هالبعض هون انا ما بحتاج لمادة توحد لي الشكل والشحنة لانها كليتها قطع كبيرة وكليتها شحنتها تقريبا بتكون متعادلة او مش متعادلة شحنتها بتكون متساوية خلنا نحكي وشغلة ثانية شكلها بيكون نفس الشكل فهونا ما منضطر اننا نحط اي ماده تخلصني من الشحنة المختلفة او من الشكل المختلف لانه كلهم لهم نفس الشحنة وكلهم لهم نفس الشكل هلا اما اذا انا جيت بدي ااخد قطع صغيرة من dna يعني مثلا قطعه بتتكون مثلا من خمس نيكليوتايد من عشر نيكليوتايد هاي قطع كتير كتير صغيرة في الحالة هادي ممكن انها الشحنة تأثر علي وشان هيك بخلي كل dna لهم نفس الشحنة ونفس الشارج عن طريق اني بعرض dna هاد لحرارة او اني بعرضه لاضافة مادة معينة زي اليوريا وبعدين بمشي على البولي اكريل مايجيل ماشي الحال اكتر من هيك يا جماعة مش مطلوب منك تعرف عن الاليكتروفوريسس بكمل انا وياكم مع الشبتر الجديدي رح نبدأ فيه اللي هو الوتوماتيد كيميكال انالايزر